بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشرح درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان هيا نتعيون تعالوا نعرف قسم درسين النهار الدرسي بيحكي عن أسرة مكونة من أربع أفراد باسم باسمة الأب الأوم مجتمعين على مائدة الطعيم زي الصورة الأولى وسبب الاجتماع هو تناول الغضاء وكانت الأطعيم على المائدة كثيرة يزيد على حاجة الأسرة بالضبط كده زي الصورة الثانية وبعد الانتهاء من الطعام تبقى طعام كثير يلا نشوف الأسئلة المرتبطة بالجزء الموجود على الشاشة السؤال الأول أين اجتمعت الأسرة؟ ولماذا؟ الإجابة اجتمعت الأسرة على مائدة الطعام لتتناول الغضاء؟ السؤال الثاني صف الأطعيم الموجود على المائدة؟ الإجابة الأطعمة كثيرة تزيد على حاجة الأسرة السؤال الثالث ما الذي تبقى بعدما يفرغ الجميع من تناول الغضاء؟ الإجابة تبقى طعام كثير من الكلمات اللي عايزين نعرف معناها في الجزء ده معنى كلمة اجتمعت معنى اجتمعت تجمعت والمضاد تفرقت معنى كلمة فرغة انتهى والمضاد بدأت معنى كلمة كثير متعدد والمضاد قليل نكمل درسنا نظر الأب للطعام المتبقي قائلاً كثير من الأسر لا تاجد ما يكفيها من الطعام تعالوا نفكر ونتعاون في مساعدة هذه الأسر من أجل مصرنا الحبيبة مهم جداً نعرف ماذا قال الأب عندما نظر للطعام المتبقي نقولها مرة كمان كثير من الأسر لا تاجد ما يكفيها من الطعام تعالوا نفكر ونتعاون في مساعدة هذه الأسر من أجل مصرنا الحبيبة قالت الأم الحل موجود قال الجميع وما هو؟ قالت الأم البنك قال ذاسم هل نضع لهم أموالاً في البنك؟ قالت الأم أقصد بنك الطعام في الفقر الموجودة قدامنا على الشاشة عايزين نعرف معنا كلمة تعالوا معنا تعالوا أقبلوا معنا مساعدة معاونة والمضاد تخاذل معنا كلمة أقصد أعني بعدما خلصنا الجزء الأول من الدرس تعالوا نصمم شبكة مفردات لكلمة البنك البنك ممكن يكون بنك إيه أو إيه؟ بالضبط كده بنك أموال أو أطعمة طبع عند الزهب للبنك الموظف بيسألني ويقول لي صح أم إيه داع إيه منك عبارة عن مكان المكان ده يشتغل فيه اسمه موظف والموظف يرأسه مدير السؤال الثاني المعاني المتعددة حدد معنا ما تحته خط فيما يلي الجملة الأولى هذه أسرة كثيرة الجملة الثانية نحن أسرة سعيدة معنى أسرة جمع سرير معنى أسرة عائلة تمام تعالوا نصمم دلوقتي خريطة الكلمة لكلمة مساعدة معنى مساعدة معاونة والموضاط تخاذل النوع اسم لأن بها تقوم ربوطة في الآخر الجملة يجب أن نتعاون في مساعدة هذه الأسر دلوقتي أحسبكم مع تدريد على الجزء اللي تصرح لإزبي فهمنا للدرس مع تحيات أسرة اللغة العربية